موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري البداية بالعنوى موسيقى في الجزائر نيابات الجمهورية المختصة تفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين بعد الحلائق شرقي البلاد والوزير الأول يكشف الشروع في تعويض المتضررين بداية من الأسبوع الماضي موسيقى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تصدر بيانا بشأن تصريحات ريسوني وتطلب من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين باستقالة أو إقالة ريسوني وإلا تجميد عضوية الجزائر في الاتحاد موسيقى اجتماع بين أردوغان وزيلنسكي في أوكرانيا بحضور أنتونيو جوتيرش ملف صادرات الحبوب في صلب النقاش والأمم المتحدة تطالب بضمان أمن محطة زابوريجيا النووية موسيقى ونتابع في النشر انطلاق مهرجان أوريون تاليس بكندا بعد غياب دام ثلاث سنوات والجزائر تشارك بقوة في هذا الموعد التقريب موسيقى إلى التفاصيل في الجزائر أمرت نيابات أو نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين على إثر الحرائق التي مست بعض الولايات وأدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف المساحات الغابية والبنايات حسب بيان وزارة العدل الجزائرية كما تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك لولاية الطارف شرقي الجزائر من توقيف ثلاث أشخاص يشتبه في قيامهم بإذرام النار عمدا في محاصيل زراعية ما هي إلا ساعات حتى تحولت الغابات بجهة الشرقية من الجزائر إلى رماد خلفته حرائق الغابات في الأيام الأخيرة والتي شملت 14 ولاية وخلفت خسائر بشرية ومادية نيابة الجمهورية المتخصصة فتحت تحقيقات شاملة لكشف ملابسات الحرائق المستعرة على إثر وقوع العديد من الوفيات وإتلاف الهكتارات الغابية السلطة الجزائرية قامت بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين وتعويذهم بداية من الأسبوع المقبل كل الخسائر سوف تحصى وسوف تعوض إن كانت بالنسبة للساكنات إن كانت بالنسبة للأملاك إن كانت بالنسبة للماشية يعني اللي عنده ملك راحلو الدول إن شاء الله راح تكون بكل الإجراءات لتعويذه في أحسن الظروف وفي أسرع الظروف إن شاء الله رب العالمين نوعية الغطاء النباتي والغابي هو اللي اسمح بسريان سريع لهذا الحرائق كما تم تجنيد عدد من الأرطال المتنقلة ووحدات التدخل ومجموعة مروحيات جوية لإخماد ومجابهة مجموع الحرائق المتفرقة التي مست الغابات والأدغال كما تم إرسال دعم بشري مقدر بـ 1700 عون حماية ومائتين وثمانين شحنة على مستوى البلاد من جهتها قيادة الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة سخرت مروحية للقوات الجوية والإمكانية اللازمة للمشاركة في عملية الإخماد خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي هي الصعوب الوصول إليها وبهذا تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون العديد من رسائل التعازي من قادة ورؤساء دول شقيقة وصديقة في ضحايا الحرائق التي شهدتها الجزائر معربين عن تضامنهم ومؤازرتهم ووقوفهم إلى جانب الجزائر في هذه الظروف إلى ذلك أعلنت وزيرة وصديقة الثقافة الجزائرية سوريا ملوجة عن تعليق وتأجيل كل التظاهرات الثقافية والفنية إلى وقت لاحق تضامنا مع أسر الضحايا في شأن آخر أبدت جمعية والعلماء المسلمين الجزائريين في بيان لها الخميس استغرابها واستياءها للموقف المتحامل من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني ضد الجزائر وفيما كانت الجمعية تنتظر من الريسون اعتدارا واضحا تفاجأت ببيانه التوضحي العقيم الذي زادت طين بلا وكشفت بأن تصريحاته الخطيرة لم تكن زلة عالم وكبوة فارس وإنما كانت قناعات راسخة مقصودة موجهة من جهات مخزنية تسعى للمساس بمصالح الجزائر إلى ذلك طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن يتوب الريسوني إلى الله من تصريحاته الخطيرة والتي فتح من خلالها بابا موسدا للفتنة بين شعبين شقيقين ويعتذر للشعب الجزائري والموريطاني والصحراوي وأن يقدم استقالته تتضح تباعا المخططات التي يسعى من خلالها المخزن إلى إطارة النعارات وإشعال الفتن في المنطقة بضرب الجزائر وهو ما يؤكده ضابط مغربي منشق في شهادات تدين المغرب بسلوكيات عدائية عكس ما يبديه النظام المغربي لا يشد عن هذه الخصال غدر وخيانات المخزن المغربي ما يحكه في الظلام عكسه يبديه في وضح النهار مسار يفصله ضابط مغربي يكشف فيه مكرى النظام المغربي والتقليد الذي يتبعه لتحقيق أجنداته أكثروا تصاهينا من الصاهينا ديال الكيان ما يحكه غير الغدر والطعن في الظهر والكتوب والخيداع وتحراميات وما عنده مش قرام ديال الشراف ولا ديال الكلمة لأن الواحد فاش كيقول الكلمة فاش كتخرج من فمه الكلمة خاصة يكون راجل وهذه الكلمة خاصة تخرج على أرض الواقع مكائد المخزن لا تنتهي وفق الضابط المغربي الذي كشف عن وجود مخطط تخريبي من صنع النظام وحالفه الصهيوني الذي تستقوي به الرباط لفك عقدة النقص تجاه الجزائر ما شي خارج كيخطط كيقول للناس كيقول الجزائر احنا بغينا نصلح الأمور ومفتح الحدود ومباشرة من بعد محردين هذا مخرجين هذا 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 خين هذا كيطالب يعني كيقولها أعلانيتهم لباشي باشي دخلوا على ألاتين دوف اشنو بغاو هاد الناس هاد وشنو بغاوه اشنو بغاوه واقبلة فلاشية حطيت فيديوهنا على على يعني إمكانية تخريب نشاءات البترولية هذه الجزائر ولا ضرب ناقلة من ناقلة النفط ولا الغاز فياق هذا الحرب تاريخ زاخر بالنوايا السيئة التي يخفيها النظام المغربي بخطاباته الجوفاء غير أن ما تحت السرائر حبك للمؤامرات والمكائد أثارت تصريحات العدائية لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المغربي أحمد الريسوني قلقا بارغا لدى الدول المجاورة للمملكة المغربية وأثار خطابا قوميا محملا بإرث تاريخي توسعي مهددا بذلك إدخال المنطقة في إضرابات مما جعله يسيء للهيئة العالمية الإسلامية التي يمثلها ويثقل كاهل بلاده الدبلوماسي بسبب تصريحاته العدائية لدخان دون نار هو ما ينطبق على تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المغربي أحمد الريسوني البائسة التي خرجت في تأصيلها من بوتقة الأفكار الاستعمارية وحملة بمخزون تاريخي سام يفتك بكيان صاحبه قبل غيره ولا تعد أن تكون واحدة من بنات هرطقات الفكر التوسعية الذي أطلقه سابقا علال الفاسي إذ يرى هذا الأخير امتداد بلاده على حساب جيرانه زورا وبهتانا لتشمل جزءا من غرب الجزائر وشمال مالي وكل موريطانيا والصحراء الغربية فالريسوني بتصريحاته العدائية لم يسئ لنفسه فقط بل للمغرب ككل فالملف هذا أضحى يثقل كاهل الدبلوماسية المغربية ويحرجها أمام العالم ويعطي صورة عن العدائية التي يتميز بها أصحاب العقيدة الاستعمارية التي تفتح المنطقة على كل الاحتمالات وقبل ذلك خالف الرسون الهيئة التي ينتمي إليها من حيث يدري أو لا يدري الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يقول مؤسسه أنه هيئة شعبية لا حكومية تمثل تطلعات الشعوب ما يعني أن ما تغنى به رئيس الهيئة عكس ذاك تماما ليقع بذلك في المحظور استكرت موريتانيا تصريحات الريسوني ووصفتها بأنها لا تستند لمصدر تاريخي وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية خلال مؤتمر صحفي إن الريسوني تجرد من الصدق والحكمة على قدر الاستفزاز والاعتداء الذي تضمنته سقطة أحمد الريسونية وإنكاره لوجود دولة موريتانيا وإصراره على نفس المزيد من السموم في بيانه التوضيحية الذي تضمنه والآخر تعنتا دون أدنى تراجع أو اعتبار جاء الرد الرسمي من دولة موريتانيا التي استنكرت ودانت بشدة تصريحات رجل تجرد من كل الحكمة والصدق والاحتكام إلى تعاليم الدين الإسلامية ومواثيق اتحاد عالمية يجمع العلماء المسلمين تصريحات منكرة ومستنكرة ومدانة ومشجوبة ومردودة صاحبها والكل من لديه معها من تلامش لديه أي هو وضد أيضا السلوك اللي ينتظر مشين للناس على أن يعود ينشر الطمأنينة وينشر احترام الآخر وينشر عدم استفزاز الأشخاص ولا فماتي هالشي يقد يضفي عليها أي صبغة مصدقية يسوى جلباب اللي يبص صاحبها ولا أظن عندما نطق بها الكلام إلا تبرأ من أي جلباب يقد يعود جلباب الحكمة والله المصدقية حكومة محمد ولد بلال تضيف أن تصريحات الرسونية مردودة عليه ولا تصح سندا ومتنى وكل شواهد التاريخ التي تناقلتها أجيال المنطقة تثبت أن دولة موريطانيا لم تكن يوما تابعة للمملكة المغربية ولا تستند أبدا ولا تستند لأي مصدر يقد يعطيها أي نوع صدقية بها اللي ضد شواهد التاريخ وضد شواهد الجغافية وضد القوانين والسرائع التي تحكم الدول وتحكم العلاقة بين الشعوب وإن أجمعت شعوب المنطقة أن الرسون أسقطت عنه سقطته رداء العالم الجامع الداعي إلى التآخي بين المسلمين بنشر دعوة تحاكي أذكار الجماعات الإرهابية المتطرفة إلا أن العزة بالإثم أخذت منه نصيبة فبدل الاعتذار والتراجع لتهدئة النفوس الغاضبة أثر نشر بيانه لا يقل جرما عن السقطة بحد ذاتها سبق أن ذكرت حتى أن حتى وجود موريطانيا غلط في أخبارنا الأخرى قال مدير والاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية الجزائرية عبد الحميد عبداوي إن الجزائر تواصل دعم الشعوب في تقرير مصيرها على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراوية وأكد عبداوي خلال فعاليات أحياء ذكرى يوم المجاهد الموافق للعشرين أوت من كل عام أكد أن الجزائر لعبت دورا هاما في تقنين مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها أمميا إبان الثورة التحريرية تمثل هجومات الشمال القسنطيني المحطة التالية بعد اندلاع ثورة التحرير تلتها محطة مهمة أخرى وهي مؤتمر الصمام الذي انتقل بالثورة إلى مرحلة التنظيم وجاءت بعد ذلك مرحلة الانتصار الدبلوماسي الكبير التي توجت بالنصر العظيم بعد نتائج الاستفتاء ولقد كان للثورة الجزائرية المضفرة فضل فتح طغرة في جدار الهيمنة الاستعمارية واستعمار الشعوب المستضعفة في جميع أنحاء العالم وساهمت ثورتنا المجيدة في تقنين مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها عبر اللائحة الأممية لشهر ديسمبر 1960 ووفاء منها لمبادئها وثباتها وثوابتها المستمدة من قيم نوفمبر تواصل الجزائر بلا هوادة دعم الشعوب والقضايا العادلة وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية إلى الشأن الفلسطيني الآن أدانت الخارجية الفلسطينية لاعتداء الخطير لقوات الاحتلال الصهيوني على مقرات سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينة راملة والبيرة بالضفة الغربية وأكدت أن هذا الاعتداء الإجرامي الخطير يأتي في سياق الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال الاستعماري الصهيوني لتقليص مساحة العمل القانوني والأهلي ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تعمل هذه المؤسسات على فضحها هذه هي سلسلة من حملة الاحتلال الإسرائيلي لأسكات صوت هذه المؤسسات الفلسطينية التي تفطح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين حدث اليوم هو جزء من سلسلة أحداث سبقة التي تمثل في اقتحام المؤسس في الشهر سبعة لألفين وواحد وعشرين أعلان المؤسس كمنظمة إرهابية واليوم يقوموا باقتحام المؤسس المرة الثانية أعلن وزير الطاقة والمورد الطبيعية التركي فاتح دونمار أن بلاده بدأت عمليات التنقيم في البحر المتوسط وكتب في تغريدة على تويتر بدأت سفينة عبد الحاميد خان أول أعمال حفر لها في بئريوروكلر وأضاف نحن مصممون على إبقاء بهجة اكتشاف الغاز بالبحر الأسود بأخبار صار جديدة في البحر المتوسط لا تراجع ولا استسلام في خطط التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط هذا هو شعار المسؤولين الأتراك منذ إعلان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان عن مضي بلاده قدما في خططها للتنقيب واستخراج الطاقة لإضافة قرابة العشر ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي بحلول مارس 2023 إسرار تبديه التدابير الأمنية والعسكرية المحيطة بعملية التنقيب عن الغاز شرق البتوسط التي رافقت سفينة التنقيب عن الطاقة عبد الحميد خان حاملة معها طاقما مكونا من مئتي شخص ومزودة بنظام آمان مزدوج والتي كشف وزير الطاقة فاتح دونماز أنها وصلت إلى وجهتها الأولى في بئر يورو كوليروان جنوب محافظة أنطاليا مباشرة تركيا للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط ضاعف المخاوف من اندلاع نزاعات إقليمية في ظل إصرار آخر من قبل اليونان وفرنسا وحتى مصر هذه الدول التي ليست مستعدة للتخلي بدورها عن التنقيب عن الطاقة في المنطقة المتنازع عليها مخاوف حقيقية يبديها متابعون للتطورات في المنطقة خاصة بعد تضاعف زيادة الطلب على الطاقة التي أججتها الحرب الروسية الأوكرانية والخشية من شتاء قاس على أوروبا وارتفاع فاتورة الغاز شتاء وإن كان يتوقع أن يكون قاسيا من ناحية الطاقس إلا أن حرارته السياسية لها ما بعدها أفادت وكالة رويترز عن وقوع أربع انفجارات على الأقل في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم كما كشفت أن الانفجارات وقعت في مطار بلبيك العسكري شمال سيفاستوبول ذو أعلن حاكم سيفاستوبول أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في وقت سابق أفادت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن أمريكا أعطت الجيش الأوكراني الضوء الأخضر باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات على شبه جزيرة القرم التقى الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش بالرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أوكرانيا لإجراء مباحثات تركزت على صديرات الحبوب والمخاوف المتعلقة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية فيما رفض زيلنسكي إجراء أي مفوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبقي للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية في إطار السعي التركي لإيجاد حل للحرب الروسية على أوكرانيا والتي تجاوزت السبعة أشهر عقد اجتماع القمة الثلاثية جمع الرئيس التركي راجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلودمير زيلنسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش زيلنسكي الذي اعتبر زيارة الرئيس التركي رسالة تظهر مدى الدعم التركي لأوكرانيا أكد أنه ناقش ملف صادرات الحبوب والوضع في محطة زاباروجيا النووي الذي أولاه أهمية خاصة حيث طالب الأمم المتحدة بضمان أمن هذا الهدف الاستراتيجي وتحرير المحطة بالكامل من القوات الروسية في مقابل ذلك رفضت وزارة الخارجية الروسية اقتراحا من جوتيراش بنزع السلاح في المنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها قائلة إن ذلك سيجعل المنشأ أكثر عرضة للخطر ويرى محللون أن أنقرة تسعى لعقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلنسكي في إسطنبول خلال أكتوبر القادم فأردوغان وخلال لقائه في الثامن من الشهر الجاري مع الرئيس الروسي حصل من بوتين على شروطه لعقد لقاء مباشر مع زيلنسكي وكان الرئيس التركي قد أجرى منذ بداية العملية العسكرية تسع مكالمات هاتفية مع كل من الرئيسين بالإضافة إلى لقاء مباشرين وجها لوجه مع بوتين ولقاء واحدا عقده اليوم مع زيلنسكي فهل سيكون دور الوساطة في إيقاف الحرب من نصيب أنقرة؟ أعلن المستشار الألماني أولاف تشولز الخميسا للحكومة الألمانية قررت خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتا على الغاز من 19% إلى 7% لمساعدة المستهلكين في مواجهة الأسعار المرتفعة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا قررت الحكومة الفيدرالية اليوم خفض ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الغاز إلى 7% لفترة زمانية محدودة سيتم تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض طالما سيتم فرض ضريبة إمدادات الغاز أي حتى 31 مارس 2024 توقع صندوق النقد العربي أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعا بنحو 5.4% خلال العام الحالي مدفوعا بعديد العوامل أولها ارتفاع معدلات النمو في قطاعي الغاز والطق صندوق النقد العربي يصدر تقريره الأخير عن مؤشرات الاقتصادات العربية وجاء التقرير الذي يحمل عنوان آفاق الاقتصاد العربي تذيل المغرب ترتيب الدول الأقل نموا خلال العام الحالي بنسبة نمو بلغت 1% وتراجع من 7% خلال سنة 2021 نمو أخلط أوراق المملكة بعدما توقعت بلوغ نسب النمو لهذا العام 1.7% وأرجع الصندوق التراجع على انخفاض انتاج محاصيل الحبوب الرئيسية والذي لن يتجاوز 32 مليون قنطار وهو ما سينجم عنه انخفاض في القيمة المضافة الفلاحية في حين يواجه المغرب أزمة غلاء وجفاف طالت العديد من المناطق الفلاحية أدت بالمطالبة براحل رئيس الحكومة عزيز أخانوش في الوقت الذي تعجز فيه الرباط ضبط ميزانية السنة المقبلة في غياب الاحتياطات بالعملة الصعبة وشح الموارد المالية في قطاع الخدمات والسياحة وبالنسبة لأرقام التضخم فقد بلغ خلال شهر ماي 5.9% في حين تتجاوز توقعات التضخم في المغرب عتابة الثمانية في المئة خلال السنة الجارية وتوقع صندوق النغض العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معدل نمو مرتفع نسبيا بنحو 6.3% في العام الحالي مقابل 3.1% خلال سنة 2021 بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة والاستمرار في تبني حزمة التحفيز هذا هو توقع الصندوق أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعا بنحو 5.4% في عام 2022 مقابل 3.5% في العام 2021 مدفوعا بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز ومواصلة الحكومات العربية تبني حزمة للتحفيز دعم التعافي الاقتصادي والتي تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2022 ختاما وفي كندا انطلق مهرجان الأوريون تاليس في طبعته الثانية عشرة في حدث قري يجمع مختلف الثقافات الطبعة هذه السنة تتميز بمشاركة قوية للعديد من الفنانين الجزائريين بعد ثلاث سنوات من الغياب يعود مهرجان الأوريون تاليس في طبعة مميزة ابتداء من الثامن عشر إلى غاية الواحد والعشرين من هذا الشهر خلال شهر أوت من كل عام يهتز الميناء القديم بكندا تحت إقاع الاندماج الجريء والعروض الأصلية التي تسافر بنا عبر ثلاث قارات بمشاركة العديد من الدول عروض ورشاة عمل معارض وأنشطة للصغار والكبار هي فعاليات برنامج غني ومتنوع يميز مهرجان الأوريون تاليس في مدينة موريال الكندية الطبعة الثانية عشرة للمهرجان ستعرف مشاركة جزائرية كبيرة تشمل مختلف الطبوع والألوان الموسيقية ممثلة بعدد من الفنانين البارزين على غرار يوب أجراد ايت منجلات وفرقة تيكوباوين في هذا المكان سيتمكن رواد المهرجان من التنزه في مساحة فريدة من نوعها وإعادة اكتشاف أجواء الأمسيات تحت خيمة بدوية تكون فيها النطات الموسيقية بمثابة الأكسجين الذي يتنفسه الجمهور في محافلة من هذا النوع نهاية والنشرة شكرا لكم تبقى روابط القناة الإلكترونية في الخدمة الألوان الموسيقى